نهاية أسبوع مدوية في وولد ستريت الانخفاض سببته مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم ما يعني إمكانية زيادة مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة وارتفاع نسب الأقراض وبالتالي انخفاض أسعار أسهم الشركات تقرير الوظائف الذي تلقينه هذا الصباح أضاف 200 ألف وظيفة إلى سوق العمل ولكنه أشار إلى ارتفاع في الأجور وهو قاد المستثمرين إلى التفكير بأن المصرف المركزي قد يتحرك أسرع مما توقعنا بشكل أكثر اندفاعا في رفع الفائدة رغم الانخفاض الحاد والتوتر السياسي المرافق للخلاف بين إدارة رئيس ترامب ومكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي آي يرجح خبراء أن السوخة المالية ستستوعب هذا التصحيح الذي كان متوقعا بعد فترة نمو تاريخية وصلت إلى 40% منذ انتخاب ترامب عام 2016 أمضينا 560 يوما من دون انخفاض يتجاوز نسبة الـ 5% وهي أطول فترة نمو منذ الحرب العالمية الثانية وتاريخيا بعد مثل هذه الفترة الطويلة من النمو من دون بيع وصلنا إلى بيع كبير بنسبة 12% وبالتالي المستثمرون قلقون مع اتجاه أسعار الفائدة سعودا وهي تزيد إمكانية نقل الأموال من استثمارات عالية المخاطر إلى استثمارات أقل خطرا وأيضا ارتفاع كلفة الأعمال خصوصا إن كانت مقترضة مما سيقلل نسبة الأرباح المؤشر داوت جونز الصناعي تكبد أكبر خسارة منذ عامين بعدما أثارت قفزة عوائد السندات موجة مبيعات في بورصة وولستريت وأنهى داوت جونز الجلسة منخفضا 2.54% بينما هبط ستاندرد أند بورز 2.12% وأغلق مؤشر ناسداك على انخفاض بنسبة 1.96% رغم هذا الانخفاض الحاد يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تعود المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع مجددا مع بداية الأسبوع المقبل ويؤكدون على متانة الاقتصاد الأمريكي بقطاعاته المختلفة وهو ما دلت عليه تحديدا مؤشرات الوظائف من نيويورك نبيل أبي صعب الحراء